اعلننا قيمة منتخب مصر وكاس اوم افريكا في الكاميرو واتخرجنا مع كروشة علشان خاطر طرق حامد وخلصنا الدنيا بالنسبة لمنتخب مصر عرفنا اللي فيها. المنتخب المغربي اعلن القيمة رسميا وخلصت خانينا مع السيد ورحيت خير الزيتش بسعب حكيم زياش ونصير مزاوي وخلص عرفنا اللي فيها. دلوقتي حانا موعد بطل افريكيا منتخب الجزائر علشان نشوف القيمة المحتمل استدعاء. لان السيد جمال بالماضي حتى الان لسه مطلعش القيمة الرئاسية للم الجزائر. لو سألت اي صحة فيه من الناس اللي ما عندك مشاكل مع بالماضي وقلت لهم القيمة بتاع منتخب الجزائر مين هيقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هيقول لك التلاتة وعشرين لعيب او التمانية وعشرين لعيب اللي هيكونوا موجودين مع المنتخب الجزائري في آآ تصفيرات ام افريكا لان احنا مش عارفين حتى الان الوضع بالنسبة لعدادها بعمل ازاي لان بيقال ان فيه لعيبة هتنضاف بحيس حالات الكورونا آآ لقدر الله تحصل لأي فريف البطولة ففيه لعيبة هيكونوا احتلاطين موجودين ومش هيكونوا مشاركين الا لو لعيب حصل له اي حالة لان محدش فاهم البطولة تتلعف معادها ولا لا لان فيه مشاكل كتيرة جدا بدأت تضرب الدور انجليزي الدور انجليزي اللي حتى ليفربول اللي ما كانش يقدر ان هم يأجلوا متشاط لليفربول اجلوا متشاط لليفربول الاسبوع الجاي في الجولة الجاية علشان خطر الحالات بدأت تبتر فموضوع الكوفيد مع الاسب بقى مخيف والموضوع ربنا نسترعال لعيبة في المنتخبات اللي مشاركة في كاس ا افريقيا الكاميرون من عشرين اتنين وعشرين المنتخب الجزائري اكتر استقرار المنتخب الجزائري قد يكونوا المرشح الاول دول بطولة ان تمت وانقو كلمة في المعادها المنتخب الجزائري زي ما قلت لك اسم اللعيبة كان على طول معروف اباشا هتقول حراس المرمى عندك رئيس وهاب بن بلحي عليكساندرا اوكوجيا مصطفى زغبة خط الدفاع مهدي تعراط يوسف عطال جمال بالعمري عيسى مندي محمد توبة عبدالقادر بدرام رامي بن سبعيني حسين بن عيادة محمد امين تغاي وليشد دول بالنسبة لخط الدفاع خط النص اسماعيل بن نصر لغاية دي طبعا ادم زرجان سوفيان بن دبكة رامي الزروقي واعتقد ان اسماعيل بن نصر وزروقي ممكن يلعبوا السين على اي حد في البطولة كلها مش على الناس اللي موجودة بس في المنتخب الجزائري سوفيان فغولي هارس بالكبلة فريد بولية قبولية خط الهجوم اسلام سليماني سعيد بالرحمة بغداد بن جح ولدنا محرز ادم والناس ياسين ابراهيمي يوسف البلالي محمد الامين اعتقد ان الاضافة الوحيدة بالنسبة لفرقة هو ياسين ابراهيمي لان ياسين ابراهيمي انا مش رسوش الفترة الاخيرة مع المنتخبة الجزائري بكياضة سايد اه جمال الدل ماضي بس اعتوقع ان اللي حطوا القائمة دي متوقع عند امام ياسين ابراهيمي لان화민ي بصراع قاقero يحط ياسين ابراهيمي لان المنتخب الجزائري بلا ييتمد على فكرة الشباب اكتر لان الرتم السريع في الملعب يشكل مشكلة للعناصر اي كبيرة في السن حتى سوفيان فغولي اخر متشاء engagلا منتخب الجزائري كنا شايفين الرتم اعلى منه بكتير ففكرة انك تغير سوفيان فوقوليو تحط كمان ياسين ابراهيني مهما قد من بطولة كاسة العرب كويسة بس اعتقد ان سيد جمال بالماضي كان بيبص على طولة كاسة العرب من ناحية تانية ان احنا والله كده كده الفرقة معروف لعناصة الاسية بتاعتها ومعروف ان احنا بنشتغل على شغل الاربعة اتنين اربعة وبنشتغل على الاربعة اتنين دا كواحد وتحاولها فالمسطرد ان انا بشتغل مع لعيبة فاديك الحدود غير ان هو عارف مين اللعيبة اللي هو اجيبهم اتوقع ان اللي حطت اشكلة دي زي ما قلت لك هو الوحيد اللي ممكن يليش منه هو ياسين ابراهيمي لو انت شايف ان ياسين ابراهيمي بعد المستوى الخرافي اللي قدمه في كاسة العرب لو ان شايف ان كاسة العرب من الكياس وانك ينفع حتى كاسة العرب اللعيبة اللي كان موجود مع الجزائر وفازوا كاسة العرب ينفع انه يكون موجود مع المنتخب في ام افريقيا اللي هتكون اقوى بكتير جدا من كاس العرب. انت بقى شايف ايه يا برو? انا شايف بصراحة ان القايمة دي ممتازة جدا وفيها لعيبة وميزة. وتقدر طول كده تشكيله المنتخب الجزائري. قبل المباريات المضاحب معروف. ودي اكتر سبب احبها في جزائر جمال بالعمري. جمال بالماضي يا اسف. بالعمري يا جمال. جمال بالماضي. بحب جدا فكرة الاستقرار على التشكيل. فكرة ان انت بتلعب فاديها لحدود. وهو شغل انديا. انك بتحاول تعم الانسجام. بتحاول تعمل تنافس ما بين اللعيبة. بتحاول انت الشغل فاديها لحدودها عشان خطر توصل لاعلى. اداء ممكن الفرية اقدمه جوه الملعب. وده شغل بحب جدا بالنسبة لي جدا كواحد بتعلم تدريبه. انا بقى مبسوط بالقايمة دي. انت مبسوط ولا شايف ان فيه لعيبة مفترة تكون موجودة ولا شايف ايه بصراحة. ده في كله. فحرحة بس ان البطولة هتتلاقيب او لا. ده رأيي وده اللي انا كلمت فيه على المنتخب الجزائري. اتمنى احنا نشوف السيد منزل الجبار هيقلم من في انتخب تونس. بحس هنقفلها خالص على خلال القوامل للمنتخبات دي. ونقفل خالص ما نتكلمش ونجيب السيدة جانا. لو حاجبك الفيديو واعمل لايك. لو ما عجبكش فبراحة في الكومنت هاتف. حتى لو اريد اسامي غيرت براحة انعديها.